اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ام رومان ام رومان زوجت سيدنا ابو بكر ام عائشة رضي الله عنها واسماء وعائشة رضي الله عنهم وعنهن اجمعين وذلك بعد ستة اشهر من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حقاصص ورح النبي صلى الله عليه وسلم مدينة اندى باطحا حقول هجرتو كمدينة باطحا بقباء تكرم من قباء دي بقبي جمعة جمعات صلى الله ومنها دي بقى المدينة من منورة كان مسجد دي بركة لاناتو ودي بمدينة واستغرر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابات مسلوم حقاصص ورح اللهم العروحة لو استغرر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اول زيد بني حارسة وابا رافع من مكة فاطمة بن ترسل وقنسون بن ترسل صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سوداء وام ايمن مولاة والعالة الخادمة والعالة بركة واسامة بن زيد وخرج يا معام عبد الله بن ابو بكر اللهم جمعات اللهم ومسلوم عائلة سيدنا ابو بكر عالت يعني عائلة النبي صلى الله عليه وسلم واخدومهم لعلوم موالينا يوم وقلم الناس احابات وعائلة النبي صلى الله عليه وسلم كلها وعائلة ابو بكر ام رومان واسماء بنت ابو بكر وعائشة بنت ابو بكر وكلهم اللهم حقاصص ورح المدينة المنورة مطو دي بكين عروا كمساليهو هجرت سهيب كفعلت كمان اللي غنا عمرتو دي بلا كفار اللي كلام وحجرت سهيب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اراد الهجرة حجزوه المشركون فتخلى عن اموالي لهم وكانت كثيرة فخلوا سبيله فلما وصل المدينة وقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصته قال ربح البيع ابا يحيا وابو يحيا كنيت سهيب رضي الله عنه سهيب رضي الله عنه دي بمكة علا وقص على هجركم سلبيره لمشركين حجزوه طابطوه أسره وامواله كل لعلت كل تجارته لماله كل حدقيه وحقوه ادمومنه هجرة مدينتكم سلمات أقرب نبي صلى الله عليه وسلم دقم أقلو يا رسول الله كل اموالينا سوا حدقو قصة اللهم جلا بدينين لما نحطو كفقركو ربح البيع ويليو الأموال كغرب العالمين بدينك تفردن بك حذكه ربق العربحكات وربح البيع ويليو ابو يحيا ابا يحيا وابو يحيا هيني كنايته على كنايتنا السهيب رضي الله عنه ادي المستدعفين كفها جروا كمان كمساليهو المستدعفين من السحاب رضوان الله عليهم من المسلمين لتارفهم لعلو اللوما دي بهجرة فكروا اسق المدينة المناورة مكاح والنبي صلى الله عليه وسلم يتعملت قلوم والأزانة المشركين باد حذبهم قبقى وهقوما نبي الله صلى الله عليه وسلم دي مدينة هلا وحبس المشركون بعد المسلمين عن الهجرة وعذبوهم وفتنوهم عن دينهم منهم الوليد بن الوليد وعياش بن نبي ربيعة وحشان بن العاص فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في السلوات ويدعو على من حبسهم من كفار قريش وهذا أصل القنوط وبعد حين قام بعض المسلمين بعمل بطولي جريء أخرجهم بذلك من قيد الكفار فهاجروا إلى المدينة حيث النبي صلى الله عليه وسلم لهم مجموعة علىهم من صحابات من المستدعفين على ودين مكة منهم من الوليد بن الوليد على وعياش على وحشام على وقال لهم المشركين لعذوبهم عنه ولأزوهم عنه وحبسهم وصيد نوهم والنبي صلى الله عليه وسلم لدي عقلهم على دي بسلاته ودي بقلهم لعذبو والهم لكويلة ودهلو دي بهم كمان لدي عالا ولا قنوط هيني لسا لدو عالا لدو عالا لدو عالا يا قلوط وكتما سايبة وكتال لي من لها كان بقست ومن انصر شرعت وعقواها أورو مننا مسلمين عمل بطول ودو عاولو كمان نسجن حقروهم مننا ما صارنده حقروهم توفقوا كاسكن مدينة المنورة هاجروا واللوم هيني النبي صلى الله عليه وسلم عرو دي ب المدينة المنورة مناخ نايا المدينة كفعلة من من مناخ المدينة المنورة المناخ لجوتو لطبيعة نايا ولوال من قبي شمال من قبي لطيئنا نايا عدل الله يعني لجو كفعلة نايا مدينة المنورة لانه تو من كالي مدير ما اطامتو انسان من مدير كالي دي مدير كالي لقيس سكما مسئلة بيئة اللا او مسئلة اللي جو اللي مسئلة اينا اللي مدير اللي جديد والوالو من قبي قليه من قبي كله سك الأمر وسكلا مدى تغيير الحاصل ديبو وتغيير حاصل اقلهم ومدينة هيني امراض على ديبا والحمة علو وهتوم بلدهم للصفظة لقب او نبندهم ديبو العبو وحبيبوتاتهم للدفنة ديبو وحياتهم كل ديبو العلد وكلو تجارتهم وحياتهم ومنبرهم وابياتهم كل اندحت قومات اقامتهم كدبا مدرهم للسرابة بعرو ومدرهم للصفظة العرو ومسئلهم هيني لحمان بدحديبو والنبي صلى الله عليه وسلم لحالاتهم كمسراء دعاء قلوم ودعاء ديبو مدينة فبلا اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة واشد وصححها وبارك في ساعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة واجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم فاستراح المسلمون من الامراد وحب المدينة والمدينة الليلة من افضل البقاء والداود عاوز يستريح وعاوز يستجم ويستغر نفسيا وروحيا للم يمشي المدينة المنورة لكلها الدباء ديما ولما نزل المهاجرون بالمدينة أصابهم هم وحزن لفراقهم أرضهم وديارهم التي نشأوا بها وترعرعوا فيها فأخذوا يذكرون تلك الأرض ويحنون إليها وزاد ذلك شدة أن المدينة كانت من أوبى أرض الله بدح حمام على الدباء وعميم على الدباء وأمراد على الدباء فلما نزلوا بها أصابتهم حمى وأنواعهم من المرض فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وقال لدعاء البيئة البيئة ورب تكبتها ومدينة فتوى ونبروديبة ولا أمراد قيسة منها هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة